أهلا بيكم مرة تانية نعرف شوية التفاصيل المراضي في عالم بقى كرة القدم وفي غير عالم كرة القدم طبعا هنكلم مع حضرتكم عن كرة القدم المحلية والعالمية وطبعا لازم يكون معنا حد خبير ومتخصص باحنا النهاردة بنورنا الأستاذ عبدالقادر سعيد الناخد الرياض صباح الفل عليكم صباح الفل عليكم النهاردة عقصات غير عادية ملاحظ ما فيش مشكلة بنورنا جدا ساذ عبدالقادر طبعا أو من غير أستاذ باحنا كلنا سن واحد يعني مش عارفة من فورمالتي الغريبة دي بصوا طبعا فيه ملفات عديدة وملفات مهمة ومركاتو شغال طبعا دلوقتي وأسماء كتير جدا عمليين اسمحها مؤخرا نحبب نبدأ بنأنهي مركاتو تحديدا أكيد يعني أسخن مركاتو في السوق حاليا هو الدور السعودي يعني فيه عملية تغيير جزري بتحصل في الانتقالات في العالم كله ومصدرها السعودية زي الزلازل كده يقولك بقرة الزلزل في دولة معينة التغييرات اللي بتحصل دي بقرة في السعودية ده حقيقي يعني نادي زي تشيلسي مثلا فدي كله راحة السعودية يعني أكتر من لعب راحة دور السعودي وده جاب له فاند كويس جاب له مبالغ كويسة قدر أنه يتعاقد بها مع كريستوفر نكونك واحد من أهم اللعبين في الدوري اللعب نادي لايبزيج المهاجم الفرنسي المتقلق طبعا فده جاب له فلوس أنه يقدر يعمل نادي بارسلونة نفسه حد يتفاوض معهم السعودية لأنه عنده أزمة ملية جديرة جدا فهو نفسه يبيع أي حد من النجوم عشان يسد جزء من الديون أو يعمل صفقات لكن لسه محدش يبص نادي بارسلونة ففيه أندية دلوقتي في أوروبا هي بتتمنى أن أندية الدور السعودي أو صندوق للإستثمار السعودي اللي هو بيتفاوض وبعد كده يوزع الأندية أنه يتواصل معهم بس علشان يجي لهم داخل وده حال غريب جدا أن أنت بتسمع دلوقتي عن بارسلونة من الأندية اللي هي كانت يعني طب فعلا في العالم بقالها سنوات طويلة جدا الدروب اللي حصل لهم طريبا من عشرين عشرين حتى هذه اللحظة مستمر ما قدروش بكل الخبرات اللي عندهم من هما يرجعوا تاني يقفوا على رجليهم يعني أنا دي مش فهمها برضو طبعا هو في مشكلة زي ما أنت أشارتي حصلت في كثير من الأندية من عشرين عشرين فترة الكورونا وفترة غياب الجماهير طبعا غياب الجماهير هناك مؤثرة جدا لأن جزء كبير جدا من داخل الأندية يتعلق بالجماهير ومش بس التيكت اللي بيدفعوه الستورز اللي في النهاية دي المطاعم ففي داخل كبير جدا من الأستاذ في يوم المباراة في داخل كبير جدا بيروح للأندية فكل دراح كتير جدا من شركات الرعاية قللت الفلوس اللي مفروض تتفعها للأندية فشلو رأت بهدل أكتر من غيره يعني فهمها وفعلا يعني نستك من وقتها طبعا سوق إدارة نادي برشلونا دايما فيه مشاكل إدارية زي كتير من الأندية اللي بنشوفها في مصر هو عنده الحتة دي عنده التيمة بتاعت الإدارات اللي بتيجي في الفترة الحالية ينتقد اللي قابله واللي قابله يعود يهاجمه علشان يرجع تاني في مجلس إدارك دي بالزبط زي الأفلام اللي بتشوفها هنا في مصر بعيدا طبعا النادي الأهلي يعني بتشوفها في الكثير من الأندية الأخرى فده بيحصل في برشلونا ده كان سبب بأنهم يطفشوا بيب جوارديولا مثلا بعد ما كسب كل حاجة معاهم تخيلوا جوارديولا كان لسه مستمر في نادي برشلونا حتى الآن وبيأخد دعم كان ميسي ما كانش هيمشي أبدا تخيل لو فيه نجوم كتير جدا ما كانوش مشوا وهي فكرة برشلونا دايما هو في سوق الإدارة إدارة عن ناحية التانية ريال مدريد بقى عنده استقرار يعني يحدثوا على حرج لورنتينو بيريز يعني راجل هو المعلم بتاع الشغلنا دي بتاعت الانتقالات دي يعني ما يقدرش يخش صفقة ويخسرها يعني فكرة مبابيه أنه هو خسر صفقة مبابيه هو هيجيب مبابيه هيجيبه السنة دي هيجيبه السنة الجاية هيجيبه هيجيبه مش هيخسر يعني ومش هيستسلم يعني لكن برشلونا يعني هو عايز يبيع بقى دلوقتي يعني هو الكام نجمل في برشلونا هو مستني عروض ليهم من السعودية بقى من أي حتة علشان يسد جزء من الديون ويدفع الرواتب وبعد كده يفكر هل هنقدر نجيب العيبة ولا لا جميل طيب تعالى بقى يعني هنرجع مرة تانية للمركاتو العالمي بس خلينا بقى دلوقتي في المركاتو المصري ايوه شغل المحلي بقى بتاعنا وعندنا صفقتين كانوا حديث المدينة طول الفترة اللي فاتت واثاروا جدل واسع وطبعا بكلم على ريدا سليم وعلى امام عشور فرؤيتك ايه للصفقتين دول طبعا خلينا نبدأ بالاحدث ريدا سليم امبرح طبعا كان فيه تقديم جميل الحقيقة للصفقة من النادي الاهلي يعني فيه فكرة حلوة فكرة ملعوبة ان انت بتشبه رحلة ابن بطوتة من المغرب الى القاهرة واكده تجيب لعب من المغرب الى القاهرة وتقول ان دي رحلة جديدة ففكرة لطيفة عجبتني شبه اللي بيحصل في تقديم الصفقات في اوروبا يعني دايما هم بيعملوا حاجات في اوروبا طبعا بيبقى انتاج ضخم كده كان هم بيعملوا فيلم يعني ممكن يعملوا فيلم قصير كده لصفقة يكلفهم ملايين شوفي احنا بفلوكة عملنا ايه بالزبط فلوكة في النيل النفس اللي اللي والله ما شاء الله بالزبط الموضوع في الفكرة مش في الانتاج الضخم بالزبط يعني طبعا منظر جميل وحنا عندنا النيل داي سوي مليارات مش ملايين هو مشهد مشهد كان رائع الحقيقة حتى هو رضا الفويس اوبر بتاعه كان جميل يعني كان صوته برضو متماشي مع العمل تحسوا سعيد فعلا مش حد جاي صفقة وخلاصه جاي نضم لانه هو مقسوط باين عليه فعلا مين ما بقاش سعيد وهو بينتقل من اي نادي في افراقيا الى النادي الاهلي النادي الاهلي انا ما بحبش حتة الاهلي زي ريال مدريد لان ريال مدريد هو ريال مدريد والاهلي هو الاهلي الاهلي نادي في افراقيا هو يعني رقم واحد طبعا في الشرق الاوسط هو رقم واحد بعيدا عن اللي بيحصل في السحادية لأن ده هيغير الخريطة في الفترة الجاية ويبقوا هم أعلى قيمة السوقية وزي ما قال أبو النوادي يعني عجبتني برضو المصطلح وعجبني المصطلح اللي هو استعمله على النادي الأهلي يعني طبعا يعني هو كان ابن بطوطة بيقول على مصر أم البلاد فهو بيقول إن النادي الأهلي هو أبو النوادي هو أبو الأندية فيعني كان صفقة الحقيقة جميلة وبداية بداية تعرف ليه رائعة مع جمهور النادي الأهلي إن هم يتعرفوا عليه بالشكل الجميل ده كلهم وفرحانينه بيشيروا الفيديو وإن شاء الله يبقى صفقة موفقة طيب ده بالنسبة الردس ليه بالنسبة بقى لإمام عشور إمام عشور أكيد على المستوى الفني هو أضافة عظيمة لخط وسط النادي الأهلي النادي الأهلي كان بيبحث عن بديل لحمد فتحي اللي رحل طبعا لنادي الوكر القطري أعتقد ما فيش بديل أحسن من كده إن النادي الأهلي ممكن يتعقد معه إمام عشور بيقدر يلعب في مركز 8 بيقدر يلعب كمان على الأجناحة شفناها بدايته مع غزل المحلة وحرس الحدود كان بيلعب كوينجي كمان في فترته مع نادي الزمالك كان بيلعب في نص الملعب أكتر كنص ملعب أو رقم عشرة أو رقم 8 فهو طبعا يكون إضافة كبيرة جدا لنادي الأهلي والمركز ده مع مارسل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بينور أكتر لإن شفنا حمد فتحي اللي كان بيلعب ستة أو بوكس تو بوكس لا لقنا بيلعب مهاجم متأخر مع مارسل كولر ولقنا بيسجل في ماتش نادي الزمالك كان هم من مفاجأة كولر اللي انتهى بفوز النادي الأهلي 3-0 كان لعب نادي الزمالك مسكى المهاجمين فوقه أن الراجل جاي من نص الملعب هو اللي بيلعب مهاجم حصل في ماتش الرجاء المغربي اللعيب برضو بتفاجأ أن حد من نص الملعب بيبقى متمركز في منطقة الجزاء وبتحاول إلى مهاجم فإمام عشور يقدر يعمل دي بشكل مميز جدا كمان النادي الأهلي كان عنده مشكلة شوية في حتة التسديد اللعيب خط الوسط مش كلهم بيشوتوا بدقة على المرمى مش كلهم عندهم ميزة التسديد موجودة دلوقتي عند مروان عطية وموجودة كمان عند إمام عشور إمام عشور مميز جدا في الحتة دي فهي صفقة على المستوى الفني الحقيقة ممتازة جدا 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 للنادي الأهلي وهيستفيد منها مارسل كولر جدا وكلنا مستنين نشوف مارسل كورر إيه تاتش اللي هيحطه على إمام عشور لأنه هو الحقيقة من نوعية المدربين اللي بيقدروا يضيفوا كتير جدا للعبين بيقدروا يطوروا اللعبين جدا يمكن أكتر من لعب تطور أبرزهم حسين الشحات بيرسيتاو تحاولوا كأنه جبت صفقةين جدا حتى أفشا دلوقتي تقدر طول المستوى رجع زي الأول أيام موسيماني لا أيام موسيماني ومحمد شريف الثنائي اللي كنا دايما نقول أفشا والشريف خلاص الماتش كده اتضامج فترة دي كانت قوية جدا يمكن أفشا كمان هيزيد الموسم اللي جاي أنا متوقع كده لأنه هو هياخد فرصة أكبر الموسم اللي جاي شفناه في ماتش الداخلية مثلا كان تقريبا ما نوفز ماتش مجدي أفشا عمل أسست حلو وساجل هدف أقصر روعة يعني الهدف اللي سجله الحقيقة فكرني بجول رونالدو في تركيا في كأس العام 2002 في السمي فاينال هو الثاني لعيبة بسن رجله ده لعيبة ببطن رجله بس هو يعني دحك عكبول أو دحك على الحارس فجأة كده وهو بيجري بيلاقي كرة طلعت من رجله اتشاطت على المرمى فهو كان دبيئ نمع زكا المهارات بتاع كمان عارف المساحات الديئة كمان ودريبليك عنده كويس في حتة الحربانة عارف زي عارف الكرة الشرف بتاع الزمان بالزبط هو كان بيلعب في الشارع اللي بيلعب في الشارع يعني اللي بيلعب في الشارع يقدر يتحكم في الكرة وعبدالعادر عنده حتى دي برد عبدالعادر هو اللي كان عمله الأسست كمان لعيب طبعا كبير ولعيب مميز جين هو أحرف لعب في مصر يعني على مستوى الدريبلينج والمهارة والواحد على واحد لا يعدي من أي حد يعني فيش حد في مصر يقدر يوقفه هو طبعا محتاج يتطور في كثير من الأشياء زي ما كل لعب محتاج يتطور أنه هو يقدر يخلي المهارة بتاعته دي تبقى متعددة الجوانب متعددة الجوانب ويقدر كمان يساعد بها يحولها لشكل جماعي مع الفريق مش دايما يبقى الحل الفردي هو الحل الأمثل أنا بالنسبة لي بحب الحل الفردي يعني أنا بحب أتفرج على فور حلوة بالزبط لكن مش أي وقت تعمله يعني لأن ممكن تبقى فريقك متقدم بهدف ومضغوط ممكن فريق يبقى خسران فلازم ساعتها تختار يعمل طريصة حلو عايز يعمل جول حلو بس دا ما يكونش على حساب العمل الجماعي للفريق فهو عبدالقادر لو زبط الحتة دي هيكون أحسن لعب في مصر ويكون أساسي في منتخب مصر إن شاء الله طيب بالنسبة لريدا سليم قبل ما نقفل الملف لأن برضو أنا كلمت دا في الأنترو مع كريم كنا بنقول أن الناس كانت فاكرة أن وجود ريدا سليم حاليا ممكن أن هو يؤثر على وجود لاعب آخر وكان طرح اسم بيرستاب وغيره وأنا كنت كلمت أن الكلام دا غير وارد أنت بتدعم صفوفك لا أكثر لا أقل ما فيش حاجة اسمها هيجي محل هيجي مكان لاعب عندنا أساسي برضو النقطة دي عايزين نروح لها قبل ما ننتقل للمصري والكاس وغيره طبعا إحنا في سوق سوق أنت ألات يمكن يجي عرض للنادي الأهلي برقم لا يمكن رفضه فالنادي الأهلي يوافق أو النادي الأهلي يرفض دي في النهاية تعود إلى مارسل كولر ولاجنة الكورة وفي التوقيت اللي حييجي وإدارة للنادي الأهلي بالضبط لكن هل ريدا سليم جاي عشان بيرستاب ماشي لا طبعا ريدا سليم جاي علشان النادي الأهلي محتاج يدعم صفوفه ناس كتير قوي تقول أنت مش محتاج دعم أنت عامل كل حال النادي الأهلي كسبان كل البطولات تقريبا مش تقريبا كل البطولات فعلا اللي شارك فيها الموسم اللي فات خمس بطولات بطولات كلها النادي الأهلي كسبها لكن ده ما يخلكش أن أنت تقول أنا مش محتاج حاجة بالعكس فالنادي الأهلي بيدعم علشان يحافظ على العمل ولأن دخلي بالك الموسم اللي جاه يبقى صعب جدا جدا لأن أنت كلها بقى متحفص ضدك إيه النادي اللي كسب كل حاجة ده فإحنا نحاول إن احنا نوقفه زي دايما أي نادي في مصر لما كان من زمان من قديم الأزل لما يجي لهم النادي الأهلي في المنصورة فتنطف بينها فأي ملعب في المحافظات اسماعيل لأي أسوان هو دايما عايز يوقف النادي الأهلي هي البطولة عنده إن هو يكسب النادي الأهلي أو ياخذ نقطة من النادي الأهلي ويقول يبقى ماشي كده مع صحابه في المنطقة اللعيب أو يبقى ماشي مع أهله إحنا كسبنا النادي الأهلي أنا حطيت هدف في النادي الأهلي أو حطيت جول في النادي الأهلي فهو ده الموسم الجديد هو الموسم الجديد باينة يعني الكامس المبين اللعيبة والصفقات الجديدة وخصوصا إمام عشور وعلاقته قوية بين كهرباء ومع أفشا مع معظم اللعيبة حلوة ولقيت استحسان كبير كمان مع الجماهير اندماج ده مطلوب جدا والسرعة في الاندماج كمان طبعا هو إمام كمان زاكي إنه هو بكم صورة اللي عمله معه وكم موقف اللي عمله على سوشال ميديا فهو كسب جزء كبير جدا من مهور النادي الأهلي فهو واضح إنه لعب زاكي رغم إن الاتنين بيتنفسه على نفس المركز تقريبا الاتنين ممكن يلعبوا عشرة يعني مركز عشرة ومركز صنع الألعاب لكن أفشا كمان من لعيبة الطيبين أو اللي هو يعني ما عندهش مشكلة مع حد متصالح مع نفسه متصالح مع الدنيا كلها فهو لقطة جميلة وده حل كون لعي كبير على فكرة واثق في نفسه وفي قطراته طبعا اللعب اللي هتلاقيه مشاكك في نفسه شواء تلاقيه بيعمل مشاكل في لعيبة عندها إيجو بالضبط في لعيبة عندها إيجو علي أو اللي هو أنت مين عشرة تلعب مكاني أو طبعا في لعيبة شخصياتها قبل ما تيجي تنضم في الأندية بتاعتها السابقة قبل ما تيجي تنضم للنادي هذه بتكون شخصية ولما بتنضم للنادي لالي شخصية تانية خالص وأمثلة ميندة كتير يعني فبتلاقي شخصية بقت رزينة بقى أعقل بقى فيه فكرة احترافي أكتر أسلوب مختلف ده باين في أكتر من صفقة كمان الأهم من الشخصية السيستم اللي بيتحطي فيه الشخصية دي يعني مثلا مثال عادي جدا ناس ممكن تبقى حياتها شاب مثلا حياته منفلت شوية فيخش الجيش يتعلم الانضباط بزرط النادي الاهلي هو بيعلم لو فيه لعب مثلا هو عنده انفلات من نوع آخر يعني أو من نوع ما بيخش النادي الاهلي بيتعلم الانضباط لأن هو لو ما التزامش مش هيبالي مكان في النادي الاهلي لما عندناش ده خالص طبعا ما حصلت أنسلة كتير بدون ذكر أسماء لعيبة كتير دخل النادي الاهلي ما كانوش شبه النادي الاهلي فمشوا على طول ما خدوش أي فرص لكن فيه لعيبة كتير برضو دخل النادي الاهلي واتغيرت وكانوا إضافة مميزة تعال بقى نرجع مرة تانية للمركاتو العالمي ومسألة الانتقالات وكلام اللي كان برضو يعني رايح جاي كتير وتلقيح متبادل بين مبابي وبين القائبين على باريس سان جلمان وناس كتير بتحاول تتكهن يا طرحت وأوجهتهم اللي جاية فين فضوء الآلة اللي كان حصل للفترة الأخيرة انت شايفي تحسى مشكلة دوري مصري برضو شوية يعني مش متعودين في أوروبا اللاقي نادي بيتخاني مع لاعب ولاعب بيتخاني مع نادي وما يرش التمرين رايحة جاية وحصلت أكتر من مرة مؤخرا حصلت كريستيانو وتان هيج وحصلت دلوقتي بين ناصر الخليفة الأونر طبعا ومبابي يعني غريبة شوية في شوق أعليهم أو أكثرهم صخبا حالة مبابي يعني مبابي بالزرعة يعني رونالدو كان في آخر أيامه في أوروبا وما كانش مؤسر بالدرجة الكبيرة يمكنكم بوله يا زحميني دلوقتي لكن هو كان خلاص في نهاية ما سرته ورونالدو دلوقتي في نهاية ما سرته أنا بعتبره هو وميسي اعتزلوا بس هم بيلموا فلوس بس قبل ما يعودوا في البيت لكن مبابيه لأ مبابيه لسه وأي فلوس؟ وفلوس مش هعرفوا يصرفوها يعني ممكن نشتروا عن دية لو حد طلب منه عندنا خطط كتير مميز هم ييجوا بس فهما ممكن نشتروا عن دية أصلا من الفلوس دي يعني السعودية اشترت نيو كاسل ب300 مليون يورو رونالدو المرتب اللي هياخده في الفترة دي أكتر من الدفع في نادي نيو كاسل فهو رونالدو قريدي عنده بيزنس كبير جدا في كتير من المجالات وميسي بيحاول يعمل كده كمان في صفقته مع في الدور الأمريكي انتر ميامي دخل في أرباح كثير من الشركات مش عايزة أقول اسمها برضو عشان ما يكونش في أعلانات لكن هو ده البيزنس دلوقتي لكن أمبابيه هو متوقع لسه بدري كمان لسه قدامه سنوات طويلة في الملعب متوقع يكون هو النجم اللي بيكسب البالوندور في السنين اللي جاي كلها يمكن نفسه هالند يمكن نفسه بيلنجهام يمكن نفسه حد تاني في الفودم مثلا واحد من المواهب الوعدة جدا في الدور الإنجليزي ومنشستر سيتي فهو أمبابيه هو تقريبا رقم واحد دلوقتي في الكرة العالمية بعد خفوة نجم ميسي ورونالد هو رقم واحد دلوقتي مع هالند يمكن بس هو من وجه نظري لا هو أفضل من هالند كنجم كبير طبعا في الكرة العالمية ولعب متكامل هالند آل التهديف هالند وخلي بالك هالند الموسم اللي جاي هتلاقيه حاجة تانية كمان مع بيب جورديولا لان جورديولا برضو بيطور خلي بالك الموسم اللي فات كان جورديولا بيطلعوا لما يجيب 3 جوان يطلعوا من الشرطين فهما لما سألوه حد قال ده مش عايزوا يكسر رقم ميسي مثلا في دور الأبطال فهو قال لا لو قسر الأرقام دي دلوقتي هيعمل ليه الموسم اللي جاي فهو عايز يعمله حوافز ودوافع كمان الموسم اللي جاي وعايز يطوره ما يبقاش بس فكرة المهاجم اللي هو في البوكس مستاني الكورة علشان يعمل فينش لا هتلاقيه بيشارك في بناء اللعب زي أي لعيب صغير في الحجم زي ميسي لكن هو طبعا اللعيب القوي في الحجم ده بيبقى جوه البوكس دايما بيخبط ويستانى الكورة وكذا لكن نرجع تانية المبابيه هو طبعا مشكلة كبيرة ان هو عايز يمشي من بريس يروح ريال مدريد ريال مدريد نفس الازمة اللي اتكلمنا عنها في برشلونة هي عنده بس بشكل اخف شوي فريال مدريد مش عايز يدفع 250 مليون يورو فهما بيلعبوا لعبة شوية برضو شبه اللي بتحصل في الانتقالات عندنا في مصر ان ريال مدريد عايز يستنى في السنة دي تخلص وياخده ببلاش فبريس قال لا طبعا ده فعلك فلوس غير طبعية وبعدين ده في شهر الثمانية دلوقتي هياخد كمان مكافئة ولاء مش فاكل 70 او 80 مليون يورو فإزاي ندفع لك الفلوس دي كلها عشان انت تمشي مش 70 مليون خليهم يورو طيب فيعني هون هم خايفين يخسروا دي افسادت كرة القدم ولا بالعكس زودت من المتعة انا شايف انها باوزت باوزت الكرة لان دلوقتي انت اللي معهوش فلوس مش هيكسب مش هيجيب لعبين مش هيقدر يعمل صفقات هتلاقي حاله زي حال برشلونة دلوقتي حال برشلونة بيدور على لعب الفري اللي ممكن يجيبه ببلاش زي الكاي جندجان حالهم بقى صعبة ميلان كان عايش على القصة دي عندية الدور الاطالي كلها كانت عايشة على القصة دي فانت دلوقتي اللعيب اللي في اوروبا اللي بياخد مثلا مثلا يعني زي صلاح مثلا 400 الف باون في الاسبوع ممكن يروح السعودية ياخد مليون ياخد 2 مليون في الاسبوع فهو يفكر انا لو رحت عملت عقدي 3-4 سنين زي في المشات ابو كف كده في مصر زي ماين يقول لك يروح عمل 3-4 سنين في الخليج وارجع عيش مالك فهو بيفكر كده ان هو 3-4 سنين خلاصه ومش محتاج يعمل اي حاجة تاني في حياته غير اللعيبة اللي عندنا في مصر مثلا بيقول لك ايه البزنس اللي ممكن عمله بعد ما اعتزل فاللعيب اللي بيعمل صفقة زي دي ومش محتاج يعمل حاجة بعد ما يبطل كورا فهي دي الفكرة لكن ببيه قرينا ان عنده عرض ب700 مليون يورو في المتخدوش من الرقم ده عالة منهم كلهم في سيزون واحد وصل 700 كان اخر حاجة 600 عشان ممكن يحسبوها بالدولار او باليورو مساء 700 مليون دولار في سنة واحدة فهو رقم يخليه وخلي بالك هما كمان اسكية في العرض لان العرض ده ما يترفتش لانه هو سنة واحدة وبعد السنة دي هتروح ريال مدريد فانت استفدت فلوس ريال مدريد جابت ببلاش ما وفقش لسه معقولة لسه بيفكر اصلا طب ما هي السنة دي كده كده يعني داد بالنسبال بالزبط بس هو كمان بريسا يبقى استفاد لانه هياخد 300 مليون هو مش عايزه نستفيد هو واضح ان في حاجة لا هو عايز يلعب بسرعة في ريال مدريد لان هو ممكن يشوف ان السنة اللي هلعبع في الدور السعودي هتخرجه بره البالندور مش هيبقى هو النجم بتاع اوروبا مش هيقدر يعز ارقامه في دوري ابطال اوروبا لعيبة كتير ممكن تختار الكور عن الفلوس في الوقت الحالي خاصة ان هو قريدي عنده فلوس كتير في بريسا سان جرمان بياخد ارقام كبيرة جدا فلو خدعف او ضعفين في السعودية هو لا بالنسباله السنة دي السنة في اوروبا اكتر لكن ليه لا ممكن ممكن تحصل الكام يوم اللي جايين ونشوف ان بابه بيقصر الدنيا في خبر يمكن هيبقى اهم من خبر انتقار رينالدو للدوري السعودي طب الحمد لله على كل حاجة عمتا شايف ان احنا نختم كده المضاوي سعودي حيوه او بارك الله في بلد نورتنا حقيقي ولو ان كنت عايزة نروح معاك لك ان ديق الوقت احنا كنت عايزة نروح معاك للمطش القادم المصري طبعا وكاس مصر بس انا عند سؤال صغير ممكن نلحق نجاوب عليه هل الوضع ما حتشوفه او رؤيتك ليه المباراة هتكون مختلفة شوية عن مواجهة المصري في الدوري وصلا بعد النتيجة يعني الاخيرة للأهلي طبعا كلية مختلفة كلية لان النادي الاهلي في مباراة المصر كان بيلعب بالصف الثاني والثالث كمان كان بيجرب كان بيرايح معظم الاساسيين لكن مطش المصر اللي جاي في بطولة الكاس هو اخر مطش في السيزن الحمد لله يعني العيبة تبسط وتاخده اجازة بعد كده في راحة سلبية والموسم هينتهي وهنرجع بقى الموسم الجديد نكمل سيمي فاينال بتاع كاس مصر الفات مش عارف سنة كامة لغباطنا يعني الموسم فاتح على بعض فان شاء الله دي تبقى ختام مسك النادي الاهلي في البطولة او في الموسم ويقدر ان هو يوصل سيمي فاينال ان شاء الله بكم الموسم اللي جاي شكرا جزيلا نورتنا واسهرتنا كالعادة وعلى ذكر المسك الختام نختم بقى مع حضراتكم طبعا بمسك ختام صفقات النادي الاهلي امام عشور وطبعا ان شاء الله احنا مستدين منه ومن كل حد لابس شرط النادي الاهلي انه يقدم اقصى ما عنده لارضاء واسعاد جماهير النادي الاهلي بكل مكان شكرا جزيلا مشوفكم على خير ان شاء الله